موسيقى السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله قد ينتاب الأطفال الشعور بالملل والضيق وعدم الرغبة في العودة إلى المدرسة بعد الإجازة الصيفية وينعكس ذلك من خلال عدم رغبتهم في الاستذكار أو الهروب من أداء الواجبات المدرسية إذ إنهم اعتادوا خلال عامين التعلم عن بعد والالتزام بالحجر المنزلي بسبب جائحة كوفيد-19 فتبدلت أمور كثيرة في حياتهم التي لطالما كانت بعيدة عما مر به بسبب الجائحة كما أن نموهم الاجتماعي تأثر تأثرا واضحا في مختلف المراحل العمرية ومن الطبيعي أن تختلف اليوم عودتهم إلى المدرسة عما كانت عليه قبل سنوات حين كانت الحياة طبيعية ولا وجود للوباء فيها كيف يستعد طفلك لصفوف الدراسة؟ وما هو دور الأهل الأساسي؟ لا سيما الأم في مساعدة الأبناء في العودة إلى المدرسة هذا ما سنتحاور عنه في هذه الحلقة من دولة النساء والتي هي بعنوان العام الدراسي وتحديات الأمهات مع الدكتورة نسيبة جلال استشارية تربوية ونفسية ومديرة قسم الدعم النفسي في الأكاديمية العثمان في اسطنبول والدكتورة صالحة خطاب أكاديمية ومستشارة ومدربة تربوية وأسرية كاتبة وباحثة في مجال الطفولة والمراهقة والتعلم عضو هيئة تأسيسية وإدارية لأكاديمية رفاء للتمكين الوالدي والاستشارات أهلا وسهلا بك دكتورة نسيبة أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم دكتورة صالحة أهلا الله أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء نذكركم بأننا نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الأرقام الظاهرات أسفل الشاشة دكتورة نسيبة لطالما كانت الأم هي المدرسة الأولى ولطالما كانت التربية مرتبطة ارتباطا وثيقا بدور الأم الأساسي ما هو البعد الديني لهذا خلينا نقول الخليط ما بين التربية والأم في الحقيقة تقوم الأم بأدوار عديدة أثناء تربية أبنائها من أهم الأدوار التي تقوم بها هو دور الإرشاد والتوجيه فمنذ أن يكون الطفل صغيرا عندما تحاول الأم طفلها الصغير أو طفلتها تحاول زرع الأفكار الإيجابية في نفوس الأبناء فديننا الكريم أول كلمة نزل به على رسولنا الكريم هو كلمة إقرأ إقرأ لا تعني فقط القراءة في الأمور الشرعية وإنما تعني القراءة في جميع المجالات المختلفة في الحياة بهدف إعمار الكون عندما تشرح الأم لأطفالها منذ أن يكونوا صغارا إلى أن يكبروا أهمية القراءة في ديننا بهدف تطوير شخصيتهم بشكل صحيح من جميع الجوانب في هذه الحالة يكبر الأبناء وهم يحملون هدف القراءة لأن عن طريق القراءة يتطور الإنسان فالله سبحانه وتعالى عندما يقول وعلم آدم الأسماء كلها هو يعني علم آدم مختلف أنواع العلوم فبالتالي كلما استطاع الإنسان أن يقرأ أكثر ويتعلم الأسماء أكثر بأسماء مختلف العلوم كلما استطاع هذا الإنسان أن يصل إلى رقي بهدف إعمار الكون الذي يعيش فيه جميل جدا وهنا يكون دور الأم أساسي في هذه العملية جزاكي له خيرا دكتورة صالحة لطالما كان استقبال العام الدراسي له بروتوكولاته لنقول وله إجراءاته في المنزل وفي المدرسة وإلى آخره تجد المجتمع كله يحتفل لعله أو بعض التحديات التي تقابل هل تغير نمط وطريقة استقبال العام الدراسي بين الماضي والحاضر؟ بلا أبنى شك في تغيرات تغير من شأه وهي التغير القيامي تغير في التفكير، تغير في الاتجاهات، تغير في المدخلات الفكرية، في النظرة للتعلم ما المقصوب بالتعلم، ما ذا نريد بالتعلم، الأهداف التي ترسمها لأطفالها أو تتوقعها من أطفالها بالتالي بين الماضي والحاضر، الاستعداد للمدرسة اختلف حقيقة سابقا كان في الماضي الأم أكثر طمأنينة، أكثر هدوء حقيقة يعني ممكن نحكي ممكن عندها أهداف بأبناءها، ممكن نحكي نحن تشجيعهم، لكن ما بيأخذ حجم القلق والتوتر ممكن بعض الأمهات في هذا الزمان حالياً لا تجد أنه التحضيرات أو الاستعدادات فيها قدر من المخاوف، فيها قدر من منحكي إحنا القلق، أحيانا بعض الناس بعض الناس عندهم مسواس في موضوع التجهيز للمدرسة وتحضير الأبناء واختيار المدرسة المناسب، اختيار المعلمين المناسبين، حتى اختيار منحكي إحنا القرطاصية نوعاً ما إلى آخره، فاختلف ما بين الحاضر والماضي، كان سابقاً أبسط حتى الأم نفسها كانت أبسط دخول الأبناء على المدرسة كان شيء طبيعي بدون هذه البهرجة الزايدة وإن كنت أرى أن هذه البهرجة قد تأخذ أحياناً منحها سلبة لأنه تعطي إحاء أنه الموضوع موضوع مش سهل موضوع أنه فيها قدر من الصعوبة هلأ حالياً لا أتجد أنه لا فيها استعدادات كثيرة ما بين اللبس المختلف، اختيار المدرسة المناسبة خيارات كثيرة جداً موجودة بالتالي لا فيه اختلاف ما بين السابق، ما بين الماضي، ما بين الحاضر الحاضر فيه إيجابيات، لكنه برضو كمان لا يعني يخلو من السلبيات، ممكن نتكلمها كمان شوي بإرداد الله سبحانه وتعالى، شكراً لك دكتورة نوسيبة كيف يكون وضع الطفل النفسي مع بداية العام الدراسي؟ لا بد أن نتذكر أن الأطفال قد توقفوا عن الدراسة بشكل فيزيائي مباشر لمدة سنة ونصف، وكما قلت سابقاً أن هذا التوقف أثر حتى على تطورهم الاجتماعي، الإنسان في الحقيقة كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بجوم عزل، هو بحاجة إلى تفاعل اجتماعي، وبحاجة أكثر إلى تفاعل اجتماعي مباشر، يعني لدينا نظرية التعلم الاجتماعي لباندورا، يؤكد فيها أن الإنسان يتعلم من خلال تفاعل اجتماعي مع الآخرين بالقدوة، نحن نقول، وهذه حقيقة علمية يعني الإنسان حتى يتطور بشكل سليم، هو بحاجة إلى أكثر من قدوة في مختلف المجالات، حتى يقلد الشخص النموذج، فيصبح في الأخير مثل نعم، سواء مع أقرانه، أو حتى مع المعلمين، أو حتى مع المدير نفسه فبالتالي، هذا الطفل أو الأبناء بشكل عام، هم بحاجة إلى قدوات حتى يرونهم ويقلدونهم، الآن الانقطاع لفترة ليست بقليلة، نحن نتحدث الآن عن سنة ونص تقريبا هذا سيؤدي إلى نقص الخبرات المباشرة لدى الأبناء فسيعود الأبناء إلى الدوام المباشر المدرسي، ولكن قد يكون لديهم بعض التخوف هذا موجود لدى جميع الناس، بلا استثناء، لكن نسبة هذا القلق أو التخوف غالبا لدى معظم الناس تكون بسيطة، وباستراتيجيات أو طرق بسيطة تؤمنها المدرسة نستطيع أن نخفض درجة القلق الموجودة لدى هؤلاء الأطفال وأمهاتهم أيضا بنسبة كبيرة جدا، فعندما تتلقى المعلمات والمدرسة بكامل طاقمها هؤلاء الأبناء بالترحيب وبالتشجيع، وأيضا بالحديث الإيجابي أن لدينا سنة جديدة ونأمل أن تكون سنة خير لنا جميعا نعمل من خلالها على تطوير أنفسنا بطريقة صحيحة الأبناء أو حتى الطلاب هم بشوق كبير إلى المعلمين لأن التفاعل الاجتماعي بحاجة إلى أشخاص قدوات ومعروف في عمر الأصغر غالبا الأبناء أو الطلاب يأخذوا المعلمين قدوات لهم فالآن عندما يلتقوا مع هؤلاء المعلمين ويجدوا أن المعلمين منشرحي الصدر أيضا بوجه بشوش يتلقون هؤلاء الطلاب تنخفض نسبة القلق والتوتر لدى هؤلاء الأطفال أو الطلاب بشكل كبير جدا نحن نعلم في مجال الصحة النفسية أن القلق أو التوتر أو حتى الخوف كلها مشاعر متعلمة بمعنى يتعلمها الطفل من الأقربي المحيط فعندما لا يجد أي درجة من الخوف أو قلق أو حتى التوتر لدى الطاقم المدرسي بكامله ستنتقل المشاعر الإيجابية تدريجيا إلى هؤلاء الأطفال ويبادروا إلى تطوير أنفسهم من جميع الجوانب بشكل سليم جميع جدا دكتورة مسؤولية المدرسة ومترولية البيت صحيح تماما دكتورة صالحة لدى بعض الأمهات مخاوف قد تزداد وتنقص وقد يتم المبالغة بها في بعض الأحيان بشكل عام ما هي أنماط الأمهات في التعامل مع بداية العام الدراسي في عنا ثلاث أنماط تقريبا فيما يتعلق بالأمهات وتعاملهم مع فتوح المدارس نحن نسميه ونحول إلى المدرسة النمط الأول وهذا شيء كتير أنا بستقرؤه من خلال متابعاتي لحديث الأمهات على الجروبات المختلفة في الفيس ووسائل التواصل الاجتماعي الشخصية الوسواسية اللي عندها قلق شديد جدا قلق شديد قلق ابنها بدي يروح لأي مجتمع قلق خايفة على ابنها من أنه مثلا يتعرض لتنمر وخايفة على ابنها ما يعرف يتوأم مع المحيط من حوله خايفة عليه مثلا أنه يجي مثلا موضوع الإذكاء التنافس يعني هاي برد من الشغلات نحكي عنها السلبية أنه والله خايفة عليه أنه ما يجيب العلامات اللي هو لازم يجيبها وبنهايها وتوقعاتها عالية منه وبديها ينافس على أحسن الدرجات فهذه الشخصية الوسواسية القلقة قلقة كمان على المعلمات يفرح يتعاملوا معاه قلقة على بنحكي إحنا الأمان المستوى الأماني اللي هو خايفة عليه يقع خايفة عليه يتحرك خايفة عليه ينأذى ففي شخصية عندنا وسواسية تجديها باستمرار هي بتتواصل مع المدرسة بطريقة كثيرة مثلا ممكن نحكي بعض الأحيان ممكن تكون مستفزة وممكن إنها هذا الوسواس وهذا القلق برضو بينهكس على الطفل نفسه وبأدى بالضرورة أنه نفسه يصبح شخصية قلقة زي ما هي شخصية قلقة طبعا هذا القلق زي ما حكينا يعني بتطور لشكل مشكال الوسواس والخوف الشديد على الأبناء طبعا زي ما حكينا إنعكاسه المباشر على الطفل تنفسه رح ينعكس عليه في أداءه في سلوكه في طموحه في نحكي إحنا في توقعات وإنحنا بعض الأمهات بتضخم قدرات ابنها زيادة عن اللزوم فبالتالي هو يحبط إيه أنت راح تجيب الأول لكنه قدراته على أدحاله تمام فهي الشخصية عنها القلقة الشخصية الوسواسية نعم فيه شخصية ثانية نحكي عنها المهتمة عندها قدر من الاعتدال فيما يتعلق بي نحكي إحنا هي مهتمة في المدرسة اللي رح يروح عليها ابنها لذلك عندها معايير معينة في اختيار المدرسة ومعايير كمانطقية معقولة هي مهتمة بتحصل ابنها الأكاديمي فهي بتحط توقع معقول لمستوى ابنها الأكاديمي وبتشجع وبتحفز حتى طلع أحسن ما عنده نعم بتحطه في بيئة آمنة لكن ما بتشعره أنه أدا شيء خايفي ما بتعكس خوفها أو قلقها البسيط يعني تكون أكثر قربا للواقعية أكثر قربا للواقعية فهنا نسميها أم مهتمة بتهتم بدروسه بدون ما تنقل له فكرة إنه ليه أنت جبت هذا العلامة ليه هاي الصورة فهي تهتم في وسطية تشجع أداؤه مهما كان أو تشجع على إنه يكون يطلع أفضل ما عنده لكنها ما بتحبطه لا تفقل علي أو بتشعره أنه أنت مثلا فعليا أنت خيبت آمالي أو خيبت طموحي تربطه باستمرار نجاحاته فيه هو نفسه وليس في الآخرين يعني بتقارنه بنفسه بإمكاناته مش بإمكانات بما لدى الآخرين فلان أشتر منك فلان أحسن منك ليش فلان جاب أحسن منك وهكذا هاي الأم المهتمة طبعا هاي الأم صراحة نحتاج أنه نحصلها في المجتمع وإحنا بدنا إياها وبدنا ندرب الأمهات كيف إنها تطور في شخصيتها أصلا هذا الأمر يهو نابع من شخصيتها نفسها أن هي تتدرب على إنها كيف تتحكم بمشاعرها كيف تتحكم بإحساسها كيف تتحكم بإمكانة بنحكي إحنا مشاعر القلق اللي عندها وتتعلم ما هو الصح في تعامل مع طفلي حتى تحصل الأم المهتمة وليس الأم الوسواسية يعني تضع إذا صح التعبير خطم بين الأمومة والأنانية يعني تعمل لأجل إيه ولدها وليس لأني أستأهل منك يعني الأمهات على فكرة الأم القلق ما بتعرف شو تسوي في إبنها حقيقة يعني هي بتبني شخصية هاي الشخصية ممكن تصبح فيها بعض مشروع الطراب نفسي صحي بتبني شخصية مهزوزة عديمة الثقة أقل إحباط وأقل إخفاق ممكن تخلي إنسان غير متوازن وينصدم في الواقع وبالتالي ما ينسجر ما يتكيف مع البيئة أو مع المحيط من حاولها إذا لدينا الأم الوسواسية الأم المهتمة اللي إحنا بدنا إياها وبننا نطورها وبننا إياها تكون يعني حتى الأم لشخصيتها أصلا قلقة ممكن تدربها وتصبح شخصية مهتزلة يعني ممكن يعني كل شيء بالتدريب بصير للأسف الشديد النمط الثالث وهو النمط اللي بنحكي عنها الأم اللاموبالية يعني البعض يعتقد أنه المطلوب مني أنا أحطه في أحسن مدرسة المطلوب مني أطعمه وأسقيه ولبسه من هذا الموضوع وبعديها بتحطه في المدرسة لا بتسأل عنه لا بتشوف شو بده درس لا شو بيعمل طبعا مر علي كثير من أمهاتنا هذا النمط للأسف الشديد وهذا النمط برضو ما بتعرف حالها شو بتسوي في ابنها هي بتربي طفل عديم المسئولية متسيب العلم متسيب ما بتحمل مسئولية تعلمه ما بيشهر بقيمة الإنجاز لأنه ما في حد حوله يشجعه على الإنجاز فقيمة الإنجاز ودافعية الإنجاز اللي بتخلي الإنسان يقدم أفضل ما لديه رح ينحلم منها ضعيفة ما رح يشهر بطعميتها لأنه بالنسبة له هو بكل يوم بيجي والله كنت أنا يعني بعض المعلمات يحقولي أنه دفاتر لأولاد يعني بعض الدفاتر بتيجي في عضية مش محلول عليها شيء نظيفة لعلها أم نظيفة وأذكر حتى عمستوى اللامبالية يعني أم جاي تخذ ابنها من الدوام بعز البرد والصعام طرعا مش لابس ابنها ما لابس الثقيق أو قد يذهب بدون طعام بدون نقود ليشتري ما يأكلها لا مبالية أنه لو المديرة أعطتها أو المعلمة أعطتها ملاحظة عليه ما تتابع بالعكس ممكن تكون مدافعة لأنها هي بتدافع عن نفسها أصلاً مش بتدافع عن ابنها لما تتهم المدرس بأشياء معينة فهي الأنمق الثلاثة نسأل لله سبحانه وتعالى أنه رب عمين يعيننا على أنه نكون على قدر مسؤولية أن نكون أمهات نعم صحيح نحن ارتضينا أن نكون أمهات والأمومة لها متطلبات والأمومة خيار يعني لم نكن مجبرات لنكون أمهات وعلينا أن نقوم بدورنا على أكمل وجه جزاك الله خيراً دكتورة نوسيبة في فترة الإنقطاع عن الدراسة فترة الحجر الصحي طبعاً كانت هناك نمط جديد من الدراسة النمط الدراسة عن بعد والأونلاين أيضاً لازلنا فيها يعني لازالت المدارس مدارس وكل المدارس لعلها تقدم هذه الخدمة للأهل وطبعاً كان تحدياً كبيراً جداً لا سيما على الأمهات اللواتي يتابعنا في المستقبل ونتمنى أن لا يصيبنا الله سبحانه وتعالى بوباء ولا بمكروه لكن لعل الأمر يعد نعم صحيح الأونلاين إلى أي حد يعتبر تحدي قوي على الأم؟ وفي الحقيقة الأونلاين يعني في بداية بدأنا مع الأونلاين الأبناء يأخذوا الدروس عن طريق الأونلاين في هذه المرحلة تحولت الأمهات إلى معلمات لأبنائهم نعم وبعض الأمهات حقيقة أثبتنا فاعلية كبيرة جداً في مساعدة الأبناء على تلقي علومهم المختلفة عن طريق الإنترنت نعم عندما تكون شخصية الأم مهتمة تنقل هذا الاهتمام إلى الأبناء فبالتالي تبقى على تواصل دائماً مع الأبناء مع الطاقم المدرسة كيف يأخذ البيئة المنزلية أيضاً نعم لها دهور جداً كبير تخصيص وقت معين هذا الوقت مقدس لا بد أن يجلس فيه الأبناء لأخذ الدروس أنا قلت لك أن الأبناء غالباً يأخذوا المشاعر يتعلموا المشاعر من الأم عندما يجدوا أن الأم مشاعرها مهتمة بالتعليم إلى درجة كبيرة ستنتقل هذه المشاعر إلى الأبناء فيأخذوا أيضاً الأبناء هذا الاهتمام هم بحاجة سيبقوا بحاجة إلى مساعدة فالأم تستطيع تقديم هذه المساعدة لهم إلى درجة معينة يعني الآن هناك مختلف المواد قد تواجئ أحياناً الأم حتى مشكلة في بعض المواد هي لا تعرف كيف تستطيع دراستها ولكن تشجيع الأبناء على الجلوس في الحقيقة أنا اعتقادي الكامل أن في السنة والنصف التي مضت في السابق كان الأونلاين هو علاج نفسي قبل أن يكون تربوي للأبناء فجلوس الأبناء لساعات عديدة من خلال الأونلاين ومتابعتهم للدروس إذا لم يعلمهم أي شيء هو علمهم الانضباط وضبط النفس والجلوس أمام الكتاب بأخذ العلم المفيد فبالتالي قد يعني يواجه الأبناء بعض المفاهيم التي فقدوها في المستقبل لأنهم لم يستطيعوا أن يفهموا بشكل مباشر على المعلم ولكن باعتقادي أن هذه كلها مواضيع بسيطة يمكن أن تعلم للأبناء فيما بعد فوجود كورسات في المدرسة الآن انتشرت المدارس وفتحت مع المدارس بنفس المدرسة كورسات لتقوية الأبناء في المواد التي يواجه صعوبة فيها فبالتالي استطاعت المدرسة حل مشاكلها بشكل سريع بتقوية الأبناء ولكن نعود إلى الدور الأساسي للأسرة بكاملها كيف علمت الأبناء الانضباط والجلوس بشكل منتظم لساعات طويلة وأخذ الدروس وأهم مهارة تعلمها الطالب في هذه المرحلة هو تحمل المسئولية فالطالب لديه مسئولية كبيرة مسئولية دراسته وكيف ينجح بهذه المواد وكيف يستطيع حل مشكلاته عندما يجلس الطالب لفترة معينة ويواجه صعوبة معينة هي عبارة عن مشكلة ستواجهه في الحياة في المستقبل كيف استطاع تجاوز هذه المشكلة وكيف استطاع أيضا حل هذه المشكلة هذه مهارات عديدة استطاع العديد من الطلاب المتابعين لبرامج الأونلاين تجاوزها في هذه الفترة فبالتالي هم أقدر على تجاوز التعليم فيما بعد إن عدنا أيضا إلى مرحلة الأونلاين طبعا لا أحد يعلم أننا قد نعود فعلا إلى هذه المرحلة في المستقبل يعني لا سمح الله ولكن الآن أصبحت لدى الطلاب مهارات متنوعة يستطيعوا من خلالها حل المشاكل التي تعتريهم أثناء الحياة تماما ولعل الأمهات أيضا إزدادت مهاراتهم خلال هذه الفترة دكتورة صالح لعل ذكرتي قبل قليل بأن من مخاوف الأمهات حسن اختيار المدرسة كيف تساعدين الأم على رؤية المدرسة الجيدة يعني ما هي المعايير وما هي الخطوات التي عليها أن تتخذها لاختيارها صحيح يعني ينبغي أن تضع معايير يعني فكرة المعايير حيث تكون معايير مشتركة يعني بينها وبين زوجها يعني بين الأب والأم يجلسوا مع بعض لأنه أحيانا سبحان الله عظيم تحسي أنه يعني رأي اثنين أفضل من رأي واحد صحيح الأب طبعا شخص أساسي في كل العملية التي نتكلم عنها في كل التفاصيل يعني هو مش مستثنى أبدا لكننا نلتزم بعنوان الحلقة لكن الأب هو السند الأول للمرأة بالنسبة للمعايير أنا أعتقد أنه في عنا معايير كتير مهمة أولى هذه المعايير أولى هذه المعايير أنا مثلا برأيي الشخصي أنا بدي أبحث عن مكان يصنع من ابني شخصية متوازنة نعم شخصية متوازنة طرعا الجانب العقلي الجانب العاطفي والانفعالي الجانب الديني والقيامي والجانب الأخلاقي فأنا بدي أكون شخصية متوازنة أنا بدي أهيئ له بيئة تكون رادف لتربية البيت صحيح يعني أنا في البيت عم بتعب عليه عم بشأ عليه فأبدأ أحطه في مكان بيئة تكون رادف إلي بالعكس بيئة معززة وبيئة عظيمة تساعدني وبيئة المدرسة عم فيك التأثير هلسه كمان أعظم من تأثير البيت أن البيت نعم ما يصير موضوع السلطة وبالسلطة والأهل وتنافس الأشقاء نعم وتنافس الأشقاء وإلى آخره فسبحان الله يعني اختيار المدرسة كثير مهم كثير مهم زي ما حكينا الجانب العقلي والجانب الروحي والجانب العاطفي والجانب القيمي والأخلاقي كلها هذا تختيار البيئة بالضبط فلما تكلم مثلا عن جانب أكاديمية طبعا لو مثلا كان في عند مدرسة هي قوية جدا من ناحية أكاديمية لكن هذه المدرسة لا ترعى الجانب الأخلاقي كلها بحكولك أن هذه أروح من المدرسة الأخرى يعني واحدة أروح من الأخرى مثلا يا واحدة 28% بتأخذ هذه 95% وتأخذ prostu أخذ 95% إذا كانت ترعى الجانب الأخلاقي والقيام صحيح بالضبط مدرسة مثلا نحكي عنها مختلطة والاختلطة على فكرة حتى في أمريكا الآن صارو يسع Severus للمدارس المنفصلة يعني ذكور الحال والبنات الحال وعملوا عليها دراسات وجدوا أنه فعليا أداء الطلاب لما يكونوا غير مختلطين أداءهم أفضل بكثير طبعا إحنا عنا في جانب كمان قيمي وأخلاقي إحنا هذا الشيء نحرص عليه فأنا لو الله أنا أود إبني أنا هاي المدرسة قمة رائعة إلى آخره ما إحنا مختلطة لا أنا مثلا بختار لا أبختار بيئة تكون يعني تساعدني تساعد إتمام رسالتي المنزلية البيتية والسريع طيب إذا كان مثلا مدرستين متوازينات يعني زي بعض مثلا من ناحية العلمية والأكاديمية ومن ناحية الأخلاقية ومن ناحية الدينية لكن في جانب كتير مهم الجانب المعيشة والاقتصادي هاي المدرسة بيجيها روادها من الناس الهاي كلاس الغير شكل نعم وأنا إمكاناتي على أد حالي والمدرستين تساوى في الجانب الأخلاقي والقيم والمعرفي والجانب نحكي مثلا لبعد المسافة نعم فأنا بختار لا بختار المدرسة حتى لو كان تديك أبعد شوية ولكن بختار المدرسة تتناسب حتى في المستوى الاقتصادي لأنه أنا ابني ما بقدر مثلا والله يعطيه مصروف كذا وكذا 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 ورح يشوف زملائه مع أنه أنا ممكن أربيه وأحكي له لا ما بس شيء تقارن نفسك كذا إلى آخره بس رح يكون فيها الصعوبة ورح يكون في عبء علي أنا في التربية أنا بربيه في موضوع الرضا أو الاكتفاء بطرق أخرى لكن ما بعرضه أحطه في البيئة نفسها اللي هم فعليا بنحكي جايين من بيئات بيئة في تحدي وأقول له إنجح به بالضبط وحاول أن يعني بالضبط فموضوع اختيار المدرسة موضوع حقيقة ينبغى أن يعني يؤخذ يعني الاعتبار افطرد أنا ما بقدر وبدأ حط أولادي في مدرسة حكومة تمام مدرس حكومة طيب ماشي أنا مثلا منحكي أنه بفضل أن البنات تروح مدرس حكومة وإذا قدرت أودّي الودة مدرس خاصة بوديهم مثلا ليه أنه مثلا بحكي أنا مثلا كمعيار أنه ممكن أجد المعلمات أكثر كفاءة أكثر اهتمام لكن مثلا ما وجدت هذا الاهتمام في مدرسة الحكومة عند الذكور فأنا ممكن والله أتفاهم أنا وأبنائي وهذا الشيء حدث معي فعليا مثلا نودي البنات على المدرسة حكومة الأولاد مثلا على مدرسة الخاصة وكان فيه تفاهم بحيث أنهم أبدا الأمور كانت بقرار جماعي شو السبب بالضبط؟ أنه الكفاءة المدرسين الاهتمام الأخلاقي قرينا نحكي فيش نفس متابعة في متعلي الأمهات المعلمات هم أمهات فغالبا هم أكثر اهتمام فحتى لو كانت مدرسة حكومة فبتلاقيها تهتم بالطالبة نعم يعني أكثر مما لو إنه مثلا والله أستاذ في مدرسة حكومة يعني أخذت معايير أخرى معايير أخرى نعم حتى لو بدي أختار طب دي أختار مدرسة حكومة فيش أمامي غير مدرسة حكومة للذكور أنا بدي أبحث كيف بدي أبحث؟ أنا بسأل بسأل ناس كانوا في المدرسة نفسها بسأل أساذة وهذا الشيء حرميا جميعا لأنه في خبرة لديهم مع علم نعم يعني فعليا كنا نروح على المدري ونسأل يعني إذا كان بإمكان الواحد يوصل أو أهالي سابقين نعم نعم المدري نفسها المدرسة عليها إشكاليات ما عليها إشكاليات والله إحنا كانوا يتعاون معنا في هذا سمعة المدرسة ما أتعاون معنا أنا بروح بزور المدرسة كمان تماما أنا بشوف بشوف المعلمين بشوف اهتمامهم بشوف والله بقعد معهم شوية صغيرة شو طبيعة السياق الثقافي اللي بينهم كيف مستواهم حتى فعليا يطمئن قلبي في النهاية أن يكون خياري هو الصحيح والاستخارة عنها سيدة الموقف أصل في كل قرار نأخذه في حياتي وبذل جهد وأخذ بالأسباب وبعد الواحد يستخيل ويستعين بالله جميل جدا جزاكم الله خيرا دكتورتي إن شاء الله نخرج وإياكم إلى فاصل ثم بعدها مشاهدنا نواصل ترجمة نانسي قنقر قاف التفاعلية تواصل على مدار الساعة ترجمة نانسي قنقر قاف قلب سليم وقول حسن وقول حسن نحن معك في منزلك في مكتبك وخلال تنقلاتك اليومية وحتى في سفرك وحتى في سفرك نحن معك حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي اي او اس واندرويد وتابعنا اينما كنت ترجمة نانسي قاف التفاعلية بنقرة واحدة عدنا معكم مشاهدين الأعزاء في هذه الحلقة من دولة نساء بعنوان العام الدراسي وتحديات الأمهات مع الدكتورة نسيبة جلال والدكتورة صالحة خطاب نذكركم بأننا نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة دكتورة نسيبة كيف تعد أو تستعد بالأحرى الأم من ناحية نفسها وكيف تعد طفلها كخطوات عملية لاستقبال العام الدراسي نعم هو العام الدراسي أو بداية العام الدراسي يمثل فرحة كبيرة في البيت بأكمله لجميع الأبناء في هذا البيت تنتقل هذه الفرحة من الأم إلى الأبناء عندما تجلس معهم لتحاورهم ما هي المستلزمات التي ترغب بشرائها اجلبوا معي ورقة وقلم لنكتب ماذا نحتاج في بداية هذا العام الدراسي كيف نستعد لهذا العام بأهمية وضع جدول معين منظم هناك أوقات للدراسة أوقات للعب مضى علينا الآن مثلا العطلة الصيفية الكثير من الوقت كان يقضى في اللعب الآن لابد من إعادة تنظيم جدول الوقت بحيث يكون هناك وقت محدد للدراسة ووقت محدد لغير الدراسة فأيضا التوقعات المعتدلة بالنسبة للأم هناك بعض الأمهات من تطلب من الأبناء أريد دائما علامات كاملة أنا لا أرضى بغير العلامات الكاملة فتزرع الخوف في نفوس الأبناء هناك حقيقة علمية لابد أن ننتبه لها أن هناك فروق فردية لدى جميع الأبناء حتى بعض الأمهات لعلها تستعمل تعابير محبطة مثلا قد تقول لابنها يلا رجعت المدرسة هلأ بلشنا تتربى من جديد بلشت تدخل على النظام إيه جميل يعمل لك كذا يلا هلأ لأشوف تعابير فيها تحدي وفيه انتقام نعم وفيها أيضا بث الخوف في نفوس الأبناء لعلها لا تقصد ما ينتج عنه لكن هذا فعلا يحصل وأنا أظنها تقصد بمعنى عندما لا تستطيع الأم توجيه وإدارة أبناء بشكل صحيح في هذه الحالة توكل للمدرسة أمر إرشاد وتوجيه أبناء وهذا خاطئ لا تستطيع المدرسة أن تقوم بدور الأم كما لا تستطيع الأم القيام بدور المدرسة يعني كلاهما متعاونين مع بعض في تحقيق الأهداف التي نريد تحقيقها إذن مراعاة الفروق الفردية لدى الأبناء أحيانا يكون لدينا في البيت الواحد ابن على درجة عالية جدا من الذكاء متفوق في دراسته يحصل على الكثير من العلامات الجيدة وأخوه بنفس الأسرة ونفس الأساليب التربية ولكنه أقل منه لا أقصد أن أقول أقل بكثير قدراته العلم التعليمية ولكن ربما نقول ذكاءه مختلف يتجه اتجاه آخر هناك استعداد أكاديمي هناك استعدادات أخرى مختلفة فبالتالي عندما تتعامل الأم بشكل جيد مع كلا الأبناء بشكل صحيح تؤمن بقدرات الأبناء بشكل صحيح تحاول أن تشجع وتعزز قدرات الأبناء كلا في مجاله يعني عندما يكبر هؤلاء الأبناء ربما الإبن الذي لم يكن يحصل على علامات أحلى قد ينجح في الحياة أكثر إذن نحن بحاجة إلى الأم الواعية التي توجه الأبناء وتتحدث معهم دائما بحديث إيجابي الأبناء يأخذ أفكارهم وكلماتهم وحتى مشاعرهم من الأم فعندما تكون الأم لديها قدرة على ضبط النفس وتوجيه الأفكار بشكل إيجابي في هذه الحالة هي توجه أبنائها بطريقة غير مباشرة لأن الأبناء يأخذوا أفكار الأم فبالتالي هذا الفرح الذي تتحدث به الأم عن بداية العام الدراسي سينتقل إلى الأبناء أنا لست أبدا ضد أن نشتري لأبنائنا خاصة بالمستوى الابتدائي أو الروضة المعدات المدرسية التي تناسب ميزانية كل أسرة لأن في ذلك تشجيع على المرحلة الدراسية وأيضا إدخال الفرح على قلوب هؤلاء الطلاب هم سيذهبوا إلى المدرسة وسيجلسوا مع أصدقائهم كل واحد منهم سيزغر يعني هم دكتورة يذهبون إلى المكان الذي يبنون من خلاله مستقبلهم صحيح فالمكان بحد ذاته مكان عظيم صحيح فعلينا أن نبث لعلنا هذه المشاعر نعم هذه المشاعر وأيضا أهمية الكتاب يعني المدرسة هي تقريبا ملخص كتاب لهم يذهبوا ليتعلموا خلال هذا الكتاب عندما تكون الأم في السابق قبل ذهاب من المدرسة قد زرعت في نفوسهم أيضا أهمية الكتاب واحترام الكتاب بمعنى لم ينقطعهم عن التعليم هي في خلال الإجازة الصيفية كانت تقرأ معهم الكتب للأصغر سنا الأكبر سنا تشجعهم على القراءة باستمرار فيذهب هؤلاء الأبناء إلى المدرسة ليناقشوا المعلمين في المعلومات الجديدة التي حصلوا عليها فبالتالي هم يذهبوا بشوقهم حبة إلى هذه المدرسة لديهم استعداد نفسي كبير لخوض الصعاب والتعلم المزيد عن هذه الحياة أحيانا يذهب الأبناء إلى المدرسة وفي حقبتهم أيضا كتب أو قصص يعني التعلم ليس من خلال الكتاب أيضا التعلم يكون من خلال القصص نجد الآن المدارس مختلف المدارس توزع القصص على الطلاب بهدف غرس حب القراءة في نفوسهم فبالتالي الاستعداد النفسي له أثر كبير جدا في تطوير شخصية الأبناء من الجانب النفسي فبهذه الحالة يقبلوا على التعليم بحب واحترام لأهمية الكتاب الذي قرأوه في السابق ولديهم استعداد على مواصلة القراءة في المراحل التالية جميل جدا دكتورة صالحة ما هي التدابير التي تتخذها الأم لجعل البيئة المنزلية مناسبة لهذه خلينا نسميها الاحتفالية الأم هي مسؤولة عن جعل المدرسة والتعلم خبرة ممتعة يعني عندها مسؤولية كبيرة المدرسة اللي أنا خطرتها ضمن معاييري إلها دور هاي كمان شاء نحكيني أنا كأم أنا بخلق المتعة وبخلق الإثارة عندهم للتعلم ومحبة التعلم وبنفس وقت طبعا زي ما حكينا قبل الشوزيرة بدي أختار مدرسك من تعزز هذا الشيء أنا كأم بدي أنا أعمل وأفضل جهدي بيئة التعلم مثلا غرف الأولاد ما يكون فيها مثلا تلفزيونات هاي قضية كتير مهمة تمام مثلا نقولهم قبل بأسبوع من المدرسة مثلا نقولهم ماما إحنا الآن بدنا نستعد وفينا مدرسة ودوامات بدنا نعدل النوم بدنا نبلش نعدل النوم موضوع التلفونات مثلا إذا ما حم موبايلات ده حط لكم سلة هيك في الصالون في وقت معين عند درازة نحطها كلاتنا موجودة هون نعم البيئة نفسها مثلا الغرفة تكون فيش فيش فيها مشتتات انتباه في مقاعد خاص للدراسة أو مكان خاص للدراسة بغض النظر يمكن كان مكتب أو كان طاولة صغيرة بغض النظر شو كانت تكون فالأم هي مسؤولة عن بنحكي إحنا جعل الذهاب للمدرسة وبدئة دوام المدرسة خبرة ممتعة طبعا تنظيم البيت ماديا تنظيم البيت حتى من ناحية النوم تنظيم البيت من ناحية أوقات الدراسة وعفكرة كل ما كانت القرارات المتعلقة بالنوم والدراسة والأكل قرارات جماعية كل ما كان الاستجابة استجابة الأبناء ومحبتهم للتنفيذ أعلى من أنه أنا آجي كأم أو كأب آجي أفرض عليهم ليروبالكم مع دخول المدارس ما رح نسوي كذا وكذا 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 ورح نعمل كذا وكذا وكذا لا خليها يكون قرارات جماعية تعانوا أضمع بعضنا البعض وفي إيش بنحكي دائما بقولهم إياهم نبيع القرار كيف نبيع القرار؟ نحط خيارات هاي الخيارات أي خيار من أختاروها هي صحيحة جميل آه فهم يصيروا بيختاروا آه لأ طب ما بأم ممكن نعمل هيك ممكن دراسة تكون بدلا ما تكون الساعة ستة تكون الساعة سبعة وننام الساعة مثلا عشرة وأنا كنت أيلهم مثلا تدرسوا مثلا من الخمسة للتسعة أو حكينا من الساعة مثلا للعشرة أو ما شابه فهم بيختاروا الشيء وشكل الوقت الدراسي إذن تنظيم البيئة المادية تنظيم وقت الدراسي وهذا الشيء زي ما حكي لكم فين استعداد إله وإعداد أبنائنا إله وكل ما كان القرار جماعي كل ما كان أفضل وأمر آخر زي ما حكينا متعة المدرسة والرجوع للمدارس الأم مسؤولة عنها زي ما تفضلت الدكتورة طبعا السادات كلها تهي واختيار طرطاصية معينة طبعا بما يتناسب مع إمكانيات المدرسة خبرة أن يكون فيهنا فطور الصبح وهي وقت الصبح يعني أنا بنحكي لك أنه خبرة لا تنسى أنه والله بابا كان جبلنا خبز من الصبح ويحطونا فيهم سندوشات فلافل ونقعدنا وكلنا نشرب الحليب أو ما شاء خبرة لا تنسى هذه خبرة رائعة جدا مرتبطة في المدارس لأنه عادتنا فيه تأخير في النوم بصير فطور مختلف نعم صحيح فهي خبرة مرتبطة في المدارس كيف نطلعنا كيف إيجينا يا ماما وإحنا جايين على الدرجة شمينا ريحة الأكل فلما يجو الأبناء والبيت نظيف مهيئة للأولاد الأكل الموجود أهلا والسهلا فيكم مهي كلها لها علاقة بتنظيم البيئة واستثارة البيئة لمحبة المدرسة حقيقة يعني أنا كأم مسؤولة على أني أخلي فيه اتجاهات إيجابية واتجاهات حلية حتى لو كانت الأم عاملة دكتورة لعلها لازم تنظم الأمور أيضا بشكل ألا إلى أدنى شك قد من استطاع وإحنا أم هات عاملات يعني نعم فعليا وما من نظر صدقا صدقا ما من نظر من فضل الله عز وجل فنتكلم إحنا من تجارب أني بستطيع أن أنظم كل الأمور وأضع لها خطة بحيث أنه فعليا أبنائي يشعروا بالراحة ويشعروا بالأمان يشعروا أن المدرسة شيء حلو وإنه والله آه إحنا هيك أمورنا مطمئلة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نعود معك دكتورة نوسيبة يعني عندما تضع الأم كل هذه الأمور فبالتالي هي تخطط وتضع أهداف يعني ما هي الاستراتيجيات التي على الأم اتباعها لنقول لوضع خطة سنوية يعني المدرسة تضع خطة سنوية من بداية السنة وأيضا على الأم أن تضع خطة سنوية فما هي الإجراءات الخطوات التي تسهل على الأم هذه العملية نعم هو حقيقة مثل ما التي من أدوار التي تقوم بها الأم أيضا هو التخطيط للأهداف سواء السنوية أو الأهداف الشهرية نعم الآن كل الأبناء لديهم مخطط سنوي وهو الكتاب المدرسي لابد أن يقرأ ويتم يعني تعلم ما فيه من مهارات وخبرات خلال هذه الفترة الدراسية أيضا الأم لديها هدف وهو جميع الأمهات بلا استثناء أن يحصل الأبناء على خبرات جيدة من المنهاج المدرسي خلال هذه السنة لذلك هي تقوم بعمل تخطيط ولكن أنا دائما أركز على أن هذا التخطيط يتشارك فيه جميع منهم في المنزل سواء الأب أو أيضا الأبناء أنفسهم يعني تجلس مع الإبن الذي لديه مثلا مهارات معينة في المنهاج المدرسي لديه أيضا مجموعة من المواد الدراسية هناك جوانب قوي فيه بهذه الكتب وهناك أيضا جوانب قد يواجه فيها ضعف وهذا موجود لدى بعض الطلاب إذن نجلس الآن مع بعض لنخطط كيف نستطيع أن نتجاوز الصعوبات الموجودة في هذه المادة أو أكثر من المادة فالتخطيط يكون دائما مشترك بينها وبين صاحب الأمر سواء كان الطفل أو إذا كانت مثلا الإبناء نستطيع طرح عدة بدائل لحل هذه المشكلة بيننا فيما بيننا الآن الكورسات المنتشرة أو أحيانا المعلم أو أحيانا أبذل جهد المفرد أن أبذل جهد أكثر في هذه المادة طبعا أنا لست أيضا مع ضد أنت إذا كانت الأم على درجة علمية تستطيع تقوية ابنها أو ابنتها في هذا المجال أن تجلس لتقرأ مع ابنها أو ابنتها في هذا المجال فتكون هي البديل يعني نعم تقدر كثير من الأمهات لدينا يكونهم البديل لتقوية الإبن في هذا المجال إذن دفع وتشجيع الأبناء على تحصيل المواد العلمية كل مرحلة في البداية يكون مهم لتجاوز كثير من المشكلات السلوكية أو حتى الإنفعالية في المستقبل لهؤلاء الأبناء لابد أن تعلم كل أم أن ترك المشكلة بدون حل سيؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة في السنوات الأخرى لذلك عندما تضع في مخططها حل المشكلات الموجودة لدى جميع الأبناء كل مشكلة نبدأ بحلها في البداية غالبا تكون حل المشكلة في البداية سهل لكن عندما تتفاقم المشكلة يصبح حل المشكلة أصعب فبالتالي هذه الأفكار عندما تنتقل إلى الأبناء نضع فترة محددة للقراءة بهذا المنهاج أيضا المادة التي أواجه فيها صعوبة أبدأ بدراستها طبعا الأبناء لا يعلموا لكن الأم هي التي توجه وترشد الأبناء أبدأ بدراستها أولا أيضا أخصص لها وقت أطول من غيرها أيضا ألتمس العون من الأصدقاء من حولي نحن الآن في التعليم التعاوني يعتبر من أهم وسائل التعليم فعندما تجلس الفتاة مع صديقتها لتدرس المادة في هذه الحالة تتشجع وربما تتفوق في هذه الجانب إذن هذا التخطيط هو مهم لتجاوز المشكلات التي يمر بها الأبناء مع العلم أن هناك مشكلات أخرى هناك مشكلات مثلا اجتماعية نفسية يمر بها الأبناء سواء الانسحاب أحيانا أو أحيانا ظهور العدوان لدى بعض الأبناء في بداية العام الدراسي هذا موجود كيف نستطيع حل هذه المشكلة والتخطيط بشكل صحيح لحلها منذ البداية هو مهم حتى تستطيع المضي مع هؤلاء الأبناء بدون تفاقم المشكلات أيضا لابد أن أركز على نقطة مهمة أن معظم الأبناء يمروا بمشكلات عديدة أثناء مراحل نموهم يعني هذه جميع الدراسات العلمية يعني لا توجد مرحلة لا يمر فيها الطفل بمشكلة معينة لكن كيفية حل المشكلة والتخطيط لحلها مع الإبن بشكل صحيح يمكن أن تنتهي المشكلة ولا تسبب أذى للإبن بإذن الله سبحانه وتعالى دكتورة صالحة بعد الأخذ التدابير المناسبة وكامل الإجراءات قد نتفاجأ ببعض الأطفال الذين يرفضون المذاكرة بعد المدرسة لا سيما بعد ست أو سبع ساعات من التعليم ويستثقلون الواجبات المدرسية كيف نعين الأم على مساعدتها في تخطي هذا الأمر مع طفلها يعني تحبيب المذاكرة إلى الطفل هابدها حلقة لحالة نعم صحيح سبحان الله بحكي الشيء اللي ممكن يساعد على ديمومة الرغبة بالتعلم هو أن تتحول الدوافع من أن تكون دوافع خارجية صح حوافظ خارجي إلى أن تكون دوافع داخلية جميل يعني هذه مسؤولية الأم والأهل ومسؤولية المدرسة جميل أن تكون الدوافع داخلية وكلما كانت دوافع التعلم داخلية كلما كانت استمرارية التعلم والرغبة في التعلم باستمرار أعلى وهذه بسمهم من عادات العقل الاستمرارية بتتعلم المسؤولة عنه نحن عنه الشغف هذا الشغف مين بيجده عندنا؟ الأم والمدرسة يعني بنشتغلوا على خط واحد لذلك موضوع الاتساق في اختيار المدرسة أنا ليش بيختار المدرسة؟ عشان نكون أنا اللي بعمله تعمل المدرسة نفس الشيء فأنا ما بدي أخلي طفلي مثلا ليتنافس مع أقرانه ليتنافس مع نفسه جميل إمكاناتك قدراتك ما شاء الله عليك ماما خطك رائع بجنن قراءتك يعني أنا بطرب وأنا بسمع صوتك وأنت بتقرأ أنا بشعر أني أنا بسمع واحد هيكة ما شاء الله مخارجك رائع فأنا ببحث وين في عنده إيجابيات جميل أبلش أتكلم عن إيجابياته حتى أنا ما كانش عنده الإنجازات الكبيرة فأنا ببحث عن منجزاته وأبلش أتكلم له عنها فيه هو نعم طب هو بيجي زهقان بيجي ملان إلى آخره وزي ما حكي نختار المدرسة كتير مهم لكنه والله بتصير أنه وزهقان تعالي ماما شو رأيك إمثا نحن اتفقنا ندرس المساء اليوم ولكن أنا مو حاب اليوم أنا أدرس طيب ماما طيب إمثا حاب تدرس نعم الحوار معه هذا الحوار كتير مهم حتى نصل في النهاية لحول الوسط لأنه في النهاية مش إنه يا رأي رأيه فممكن يقول لي طيب إحنا ممكن ندرس نصف ساعة تب يعني مثلا سويتها مرة مع ابني كان يرفض مثلا يكتب قلت قلت لي طيب شرك تختار أنت الأسطر أنت بيحابب أن تكتبها فهو انبسط أنه هو اللي بدي يختار السطر اللي بدي يكتبه ففيها نوع من أنواع المتعة فصار شكله دافع داخلي إنه بدي يصير يكتب كلهم إنه هو اللي بدي يختار السطر اللي بدي يكتبه فهي بحكي إلي أنا بدي أحبب ابني في المدرسة أنا بحبب من خلال جعل التعلم متعة يوم ما بدي أحضر للعلم بدي أقول لي يلا إقرأ درس العلوم راح تأخذه بكرة أو إنه هو بيت عني أنا بقرؤ أنا وياه أقول له تعال نسوي التجربة مع بعض أنا بشجع ابني على التعلم لما أقول له تعال نعمل وسيلة مع بعض شو اللي نجهز للعربي درسنا الجديد وسيلة وقال لي أه حلو شيء رائع نجلس أنا وياه أنا هم بحفظه وبشجعه أنه يستمر في التعلم فهي تحتاج حقيقة إلى بنحكي إحنا صراحة يعني ذكاء في التعرف على شو الشيء اللي بيحبه نعم ونبلش نشتغل عليه جميل جدا دكتورة نوسيب لعل من التحديات أيضا التي تواجهها الأمهات هي عدم وجود العلاقة لا سيما بعد هذا الانقطاع عدم وجود علاقة إنسانية بين الطفل ومعلميه أيضا نضيف على ذلك لعله في الفترات الأخيرة بدأت يعني يقل احترام الطفل لمعلميه وبدأنا نلاحظ هذه الظاهرة كيف تعالج الأم هذا الشعور وهذا الرد الفعل إذا صح التعبير ما بعد هذا الانقطاع عند طفلها أهم عنصر في العملية التعليمية هو المعلم عندما تكون العلاقة بين الطالب والمعلم قائمة على الاحترام والتقدير للجهود العظيمة التي يبذلها المعلم بهدف تطوير شخصية الأبناء تسير العملية التعليمية بشكل سليم للأسف أحيانا نجد في أيضا الإعلام أنا أقول السلبي هناك استهزاء بدور المعلم هناك أيضا نقول نحن نكت تظهر على المعلم فالبيت له أثر كبير نعم كثرت ولكن البيت له أثر كبير بحماية عقل الطالب من هذه الأفكار السلبية فلا يمكن أبدا أن أسمح لابني أن يتحدث بشكل غير محترم عن المعلم المعلم له مكانة لا نستطيع حزها إذا اهتزت مكانة المعلم تهتز مكانة العملية التعليمية ككل فبالتالي الأم الواعية المتعلمة هي التي تضع المعلم بمكانة كبيرة في نفوس الأبناء نجد أحيانا بعض الأمهات ترسل بعبارات الحب والمودة إلى المعلمين عن طريق أبنائها بعض الأمهات أيضا ترسل هدية إلى المعلم محمولة بيد الإبن في هذه الحالة الأم تزرع محبة المعلم في نفوس الطفل هذا الطفل الصغير سيكبر ومكانة المعلم ستكبر في نفس هذا الطفل فأيضا عندما تجلس الأم مع الأبناء تسمع منهم عن المعلمين لا يصح أن نأخذ المعلم لنستهزئ به أحيانا بعض المعلمين لديهم ضعف معين أو مثلا جانب معين في الشخصية إذا كانوا الأبناء أكبر سنا قد يجلسوا فيما بينهم ليتحدثوا عن طريقة مشية هذا المعلم أو حديثه في هذه الحالة دور الأم بالتوجيه والإرشاد وإيقاف هذه الأحاديث السلبية ونقلهم إلى الجانب الإيجابي عن طريق القدوة فالأم هي أيضا قدوة للأبناء عندما تجلس معهم وتتحدث عن خبراتها الجميلة مع المعلمين كيف استفادت من هذا المعلم وكيف استفادت من هذه المعلمة وكيف وصلت إلى النجاح وأيضا شرح فضائل المعلم في حياتهم صحيح فقد النظر عن شخصيته نعم نعم المعلم له دور كبير في هذه الحالة يحب الأبناء المعلمين لأن أمهم كانت تحب المعلم فهذه المكانة لا يصح أبدا أن تهتز بأي شكل كان لأن باحتزازها تهتز جميع أركان العملية التعليمية مع تأكيدنا على أن المعلم عليه أن يكون أيضا هو ذو شخصية استثنائية وقدوة في عيون طلابه في نهاية حلقتنا أريد منكم دكتورتي العزيزتين دكتورة صالحة رسالة ونصيحة أخيرة للأمهات نصيحتي هي رسالة لكل أم أنه لابد أن نرعى النمو من جميع الجوانب أنا ما بهمني ابني يكون متميز أكاديميا ومعرفيا أنا بهمني يكون متميز معرفيا متميز عقليا متميز أخلاقيا وقيميا يكون عنده احترام يكون عنده التقدير للآخر يكون عنده الصدق إلى آخره المنظومة القيمية بدي يكون كمان اجتماعيا يعني عنده قدرة على التواصل اجتماعي في بعض الأمهات بتركز أنه ابنها فقط يكون متميز أكاديميا وبتنسى الجانب الأخلاقي ويعرفش أن الولد يحتي كلمتين مع بعض يعرفش أنه والله يتواصل مع الآخرين فأنا لازم كأم أرعى مهارات ابني التواصلية أرعى مهارات ابني التفاعلي كيف يتواصل مع الآخرين كيف يحكي مع عماته كيف يحكي مع أولاد عمه كيف يحكي مع الجيران كيف يحكي مع الجارة كيف يساعد الناس كيف يحس مشاكلهم فهذا جانب اجتماعي كيف يعطي الانفعال الصحيح في المكان الصحيح بالطريقة الصحيحة هذا جانب انفعالي اجتماعي انفعالي العقلي أرعام مش بس الأكاديمي كمان هو بديكون مولد للمعرفة الجانب الروحي الجانب الإيماني فنصيحتي أن نهتم بجميع جوانب الشخصية إضافة لنقطة كثير مهمة أنه لابد أن أكون أنا صانعة المتعة الحقيقية في تعلم أبنائي يعني خلي أولادي حب التعلم لأجل التعلم وموضوع الاحترام الاحترام قيمة تعمم أنا إذا بنيت الاحترام وتعلموا الولي في البيت وأصبح ضمن منظومتهم القيامية تلقائيا تعمم على كل تعاملات الإنسانية حتى مع الناس المهم يحبهم جزاك الله خيرا دكتورة نوسيبا نعم الأم الواعية المثقفة هي التي تجعل الخبرات التعليمية هي خبرات محببة للأبناء تجلس معهم عندما يجلسوا للقراءة والتعلم والكتابة بوجه بشوش وبكلماتها الطيبة تزرع الكلمات الإيجابية الخيرة في نفوس الأبناء وتوجههم بحب واحترام على محبة الكبير والعطف على الصغير أثناء تعاملهم في يومهم الدراسي مع أصدقائهم في هذه الحالة هي تزرع الحب والأخلاق السليمة في نفوس الطلاب جزاك الله خيرا دكتورة نوسيبا جزاك الله خيرا دكتورة صالحة مشاهدين الأعزاء لطالما كانت الأم هي المدرسة الأولى في حياة أطفالها ولطالما رددنا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي أنت هي المدرسة الأولى فكوني دائما القدوة في حياتي أبنائك مشاهدين الأعزاء نلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة من دولة النساء بنفس التوقيت نلقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر